تقدمت اليوم بصحيفة استجواب لرئيس مجلس الوزراء من ثلاث محاور المحور الأول يتعلق بالسياسة العامة وتنازل مجلس الوزراء عن اختصاصاته أما المحور الثاني فيتكلم عن سياسة مجلس الوزراء في ما يتعلق بترشيد الانفاق وتناقضاته وكذلك الحالة المالية للمواطنين أما المحور الثالث فهو يتعلق باخفاق رئيس الحكومة بالدفاع عن الهوية الوطنية هذا الاستجواب يحتوي على مقدمة دستورية تؤسس مسئولية رئيس مجلس الوزراء فيما أتى في هذا الاستجواب وهو جزء من هذا الاستجواب الاستجواب اليوم موجود على جدول الأعمال في الجلسة القادمة وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته سواء كنا نحن كنواب وأيضا بما يتعلق في الدعم الشعبي بالنسبة للمواطنين